أول أغنية عملت لها شرح أو مقام والناس عجبتهم التيك توك بقى الواربع شهور بس بس هو يعني هو عمل انتشار سريع كان كريل كان حامل كويس للرسالة هو الحقيقة كان يعني أنا بدين بالموضوع ده لشخص من الدارسين اللي عندي اسمه محمد سيوم هو مطرب وهو اللي قال لي الفكرة يعني فأنا بشكره يعني طبعا أنه يعني تسبب أنه الناس كلها بدأت تعرف المحتوى يعني طب لو هتشرح لنا دلوقتي نموذج لأغنية وتفاهمين التكنيكات اللي فيها ممكن تبقى أغنية إيه لو قلنا حريقة هتلاقي أن أنت أولا زي ما بنقول كده النواند حاجة نعمة جدا فما بيكونش فيها أي دفع لصوتي ما بيكونش فيها أي باور باور خالص بيكون كل فتحة بقي دي كده لكن أنا لو فتحتها عنك كده هتلاقي الصوت راح في حتة مش أحلى حاجة طبعا العادي أنه حد بييجي يقول مثلا أنه هو أنا طول ما أنا بغاني هاخد بالي من الحاجات دي هي الفكرة أنه أنت بعد شوية ده بيكون بالنسبالك أسلوب لا مالش أنا عايزة أحداك بتقولي العرب اللي في النهواند جير العرب اللي في أقول لحضاك في نفس الأغنية دلوقتي إحنا خدنا دلوقتي الكوبليه مثلا الأولاني دي هنلاقيها نعمة قوي هتلاقي نفسك بتمدي المدود أكتر لكن الكوبليه الأخير مثلا ده في بياتي اللي هو في سيكا فبيقولي دورتي بقك إزاي عملتك فرحتيه يعني نورتيه فهي دي الفكرة فأنا بالنسبالي بقي والتردد والتجويف الداخلي هو ده الصندوق المصوت بتاعي أنا لو قلت تيرارا غير لو بقول تيرارا هتلاقي لمعة هتقولي في حاجة في حاجة غلط كنت عاملة حاجة حلوة قوي كان يا مكان أهمي أنا أفل كان الفيديو ده مخصوص يعني الفيديو أنا نزلته والحاجة كان الرد الفعلي عليه كان حلو جدا ممكن تشرح لنا تاني كان يا مكان هنا الأداء كان يا مكان كان يا مكان لو حديك قاعدة بتحكي لحد حاجة أكيد مش هتعقيله صح؟ يعني أنت بتحكيله حكاية حدوتها يعني فتيرارا فنرجع هنا لفين؟ لأن أنا المدود بتاعتي والعرب التعبيرية أن أنا ألعب بفوليوم صوتي طالع ونازل وكده دي بتكون من الحاجات المؤسرة في المقامات دي فكان يا مكان أنا طلعت هنا بقى الآله التي سنة لازم استقضم فيين ضربات بطني و SchweSoft واجب معفتح بققي فتحة منازلة فأقول ها كان وافتح بقي الفتحة دي لو أنا مفتحت هياا شاءت العناتل كده كان يا مكان هتلاقي إنو ايه فيه زعيق أكتر منو احساس أحساس فكان يا مكان وارجع هادي تاني لازم ألم كل position بقي عشان كان يا مكان وبعدين الجزء اللي جاي إقاعه بيتغير فبقول طالما الإقاع هنا الضغوط بتاعته اتغيرت أنا لازم تقطيع العروضي للكلام أو تقطيع الكلام لازم يمشي أحسن مع الإقاع ده يبقى ألطف كتير فالحب مالي بيتنا من فاش أقول الحب مالي بيت وأفضل أمد بقى في حاجات كتير يعني آه اللي بتقولي ده يبدو فروق بسيطة بس هي عاملة فرق في الإحساس الأغنية كله هو ده اللي هيفرق ناتج أنه تسمعي حد تقولي الله مثلا أنت بتسمعيه لأنه حدت كل حاجة في مكانها أو تسمعي حد تقولي ده حلو بس في حاجة مقصة طب ونبي كميلي كان يا مكان بنقول آه كان يا مكان كان يا مكان الحب مالي بيتنا ومدفينا الحنان مدفينا الحنان هنا الإقاع الرقص بيقف فروحنا عاملين مدينة آه زرنا الزمان سرق منا ونرجع الثاني لنفس الطريقة لما بنطلع في العالي بعد كده آه لازم أحضر بقى حبيبي كان هنا ما ينفعش أقول حبيبي كان هنا يعني أعرف ألو اي جمالية إليها الدكتورة ده أنا عاش عودة عمدك في الفصل